أهلاً وسهلاً فيكم أعزائي المتابعين ويلا نبدأ أهلاً وسهلاً فيكم مرة ثانية أعزائي المتابعين في الجزء الأول من حلقة الرد على أسئلة المتابعين طبعاً الحلقة هذه ستكون عبارة عن ثلاثة أجزاء أيهاً ثلاثة أجزاء فاللي ما لقي سؤاله في الجزء هذا ينتظر للجزء الثاني واللي ما لقيه ينتظر للجزء الثالث يعني حاولوا أنكم تنتظروا الثلاثة أجزاء تنزل المالقي سؤاله في الثلاثة أجزاء ديك الساعة ممكن أنه يرجع يعيد لي السؤال مرة ثانية لأنه صراحة ما شاء الله تبارك الله الأسئلة كثيرة سواء كان على اللي بتجيني على اليوتيوب أو على الواتساب أو الاتصال أو على الفيس أو على الإنستغرام فبصراحة ما أنا ملاحب فبحاول أنا قدر الإمكان أنه أحاول أنه أجاوب على أسئلتكم بحيث أنه كمان ما أخلي الحلقة تمتد لتلت ساعة ونص ساعة والأمور هذه يعني حاول قدر الإمكان أني أخلي الحلقة ما تتعدى الربع ساعة أو العشرة دقائق فلذلك أنا أضطرت أني أبدأ أقسم الحلقة إلى ثلاث أجزاء يعني كنا إحنا حلقة واحدة في الأسبوع أو جزء واحد في الأسبوع صارت جزئين الآن ثلاث أجزاء وربنا نصر شكل بعد كذا حكون الأسبوع كله رد على سئلة المتابعين فأتمنى منكم منكم تعذروني في حال أتأخرت في الرد على أي شخص أو أنه شخص ما انتبهت لسؤاله وما جاوبت على سؤاله يرجع يكتبوا لي تاني وإن شاء الله سأرد عليه في أسرع وقت ممكن ولكن رجائي أنه ما تعيدوا السؤال إلا في حال أنه الأجزاء خلصت وأنا ما ردت سؤالكم ما كان موجود وفي نفس الوقت ما ردت عليكم في التعليقات فهنا بإمكانكم أنكم ترجعوا تعيدوا لي السؤال مرة ثانية وإن شاء الله بإذن الله سأقدر أني أجاوبكم وطبعا قبل ما نبدأ بالسؤال الأول لا تنسوا أنكم تتابعوا حسابات القناة على الفيسبوك وإنستجرام وتويتر وسنابشات لأنه كمان بحاول أنه أنا أرد على بعض الأسئلة اللي بتوصلني عن طريق هذه المنصات بالإضافة إلى أنه إن شاء الله حيكون في بعض الأسنابات المفيدة اللي هي زي ما يقولوا بنقول فيها رؤوس أقلام مو شرط أنه إحنا نشرح ونفصل فيها فممكن أنه إحنا نعمل بعض الأسنابات وننزلها على سنابشات بحيث أنه تعمل فايدة أكثر وبنفس الوقت سنابات مختصرة فيها بعض الأمور البسيطة والسريعة اللي هي ما تحتاج لشرح أو أنه ناس بعض الأخوة ممكن يفهمها مباشرة يعني من غير ما يحتاج أنه أحد يشرح له إياها تمام لأنه زي ما قلت لكم بالنسبة لي اليوتيوب أنا عندي مجال أو وقت أكبر بإني أتكلم وأشرح فلذلك أنا بتجنب إني أعطي رؤوس أقلام على القناة هنا في اليوتيوب بحاول أن أنا أشرح بينما الأشخاص اللي هم حابين يأخذوا رؤوس الأقلام فقط فبإمكانهم أنهما يتابعوا حساب القناة على السنابشات أو على الإنستجرام حيلاقوا إن شاء الله غايتهم وطبعا في الصفحة خاصة للقناة على فيسبوك وحساب القناة على تويتر أتمنى أنكم تتابعون عليها ومالي حاب أطول عليكم وفي نفس الوقت قبل ما أبدأ بالسؤال كالعادة اللايك يا جماعة الخير أدعمونا بلايك عشان نجاوبكم أو بلا صح نجاوبكم نحن مبسوطين ومنشكيحين نعارفين فيلا نبدأ بالسؤال الأول عندنا الأخ سهيب بشير بيسأل عن القوانين الجديدة أو الشروط الجديدة بعد التحديث اللي حصل فيه منصة قبا بيقول الأخ سهيب هذه البنود وشروط قانونياً يعني طلعت كقرار ولا هي أخطاء تقنية في النظام ورح تتصلح أم هي شروط طلعت كقرار ورجع النظام كما هو السابق قانوناً لا أخي الكريم هذا الآن هو النظام المعمول فيه الشروط هذه هي الشروط الصحيحة والمعمول فيها حالياً بعد تحديث المنصة أي شيء ثاني فهو خاطئ هذه هي الشروط الأخيرة بعد أن تم التحديث ما فيها يعني ما في أي أخطاء في النظام السؤال اللي بعده السلام عليكم أخي أنا شاركتي نطاق أحمر هل ممكن أنقل كفالة بدون موافقة الكفيل أرجو الرد أخي الكريم في النظام السابق كان بإمكانك أنك أنت تنقل كفالة حتى لو كان النطاق المنشأ أحمر بدون الرجوع للكفيلة السابق ولكن الآن في منصة قوى الموضوع واضح حاطين الشروط هي عبارة عن شرطين انتهاء رخصة العمل أو انتهاء الإقامة أما عملية أنه إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر فأنت يحقلك تنقل بدون الرجوع إلى الكفيل عشان أكون أنا صريح معاك ما جربتها وما أدري هل حيتم لو أرسل لك طلب نقل كفالة هل حيتم نقلك مباشرة بدون الرجوع للكفيل أو هيتم إشعار الكفيل بطلب النقل صراحة ما حقدر في ذلك ولكن على النظام القديم كان بإمكانك بمجرد أن المنشأة النطاق الأحمر تقدر تنقل عادي ولكن الآن الله أعلم لسا ما جربتها وما قد شفت أحد عمل الشيء ده وتمت معه السؤال اللي بعده السلام عليكم أنا نزلت مصر ذهاب وعودة بخمسة وعشرين تسعة الف أربعمية تسعة وتلاتين عاوز أعرف التفاصيل وحاليا كفيل ينبلغ عني متغيب عن العمل ومعايا تأشيرة جديدة هل ينفع أرجع المملكة العربية السعودية أخ محمد السيد كيف بلغ عنك هروب وانت خارج المملكة هذا رقم واحد رقم اثنين كيف معاك تأشيرة جديدة الآن ماني فاهم يعني انت رحت مصر بتاريخ خمسة وعشرين تسعة الف أربعمية تسعة وتلاتين ورجعت السعودية وبعد كده هو سواء لك بلاغ هروب فخرجت والآن عندك تأشيرة جديدة هل هذا اللي تقصده لو هذا اللي تقصده تمام فقبل أي شيء آآ لازم أعرف آآ فترة خروجك خارج المملكة كم صر لك الآن من آآ من بعد آآ بلاغ الهروب كم صر لك خارج المملكة سنة سنتين كم بالضبط لو أكثر من سنتين فبإمكانك ترجع بتأشيرة جديدة أما أقل من سنتين فما توقع انه ستقدر انك انت ترجع بتأشيرة جديدة هذا زي ما قلت لك في حال انه انت آآ طلعت خروج عودة ورجعت وبعد كده سواء لك بلاغ هروب فانت خرجت نهائي من السعودية هذا اللي كان اللي حصل معك بالطريقة عادية أما انه سواء لك بلاغ هروب وانت أصلا خارج المملكة ما ما يصير الشيء ده أصلا السؤال اللي بعده جزاك الله خيرا عندي سؤال عندي تأشيرة خروج نهائي ويقامة انتهت وجاد فرصة عمل هل ينفع ان نقدم صاحب العمل الجديد عقد عمل وكيف يمكن الغاء الخروج النهائي خروج النهائي اللي أصدره يلغي يعني كفيلك لازم اول شي يلغي الخروج النهائي بعد كذا العمل الجديد يقدم لك طلب نقل الكفالة الخروج النهائي حيلغي كفيلك القديم عن طريق النظام حقه سواء كان طريق مكتب العمل أو عن طريق ابشر على حسب نوع الكفالة حقتك وبعد ما يلغي خروج النهائي تقدر انك انت تتواصل مع الكفالة جديد بحيث انه يرسلك طلب نقل ويتم لك مباشرة باعتبار انه اقامتك منتهية السؤال اللي بعده تم نقل خدماتي من شركة الى شركة جديدة ولكن وجدت العمل غير المتفق عليه فهل يمكن النقل على شركة اخرى وانا في فترة تجربة ثلاثة شهور بغض النظر عن فترة ان كنت انت فترة تجربة ثلاثة شهور ولا سنة ولا شهر بامكانك انت تنقل لشركة اخرى او لعمل اخر ولكن بالتفاهم مع صاحب العمل الحالي تمام ولا نظاما ما في اي شيء بامكانك الانتقال طالما انك انت خلال فترة التجربة ثلاثة شهور فما في اي مسؤوليات عليك من ناحية عقد العمل ولكن من ناحية الانتقال اذا كنت انت حاليا على كفالة المنشأة الجديدة فهنا ممكن يقول لك انهم يرفضوا نقلك حاليا او شيء ما ادري ولكن انت من ناحية انه تقدر تنقل تقدر تنقل ونظاميا من ناحية العقد انت الان في فترة تجربة ثلاثة شهور حتى لك تسيب العمل في اي لحظة السؤال اللي بعده جزاك الله خيرا انا علي بلاغ وانا عامل اعتراض على البلاغ انه كيدي وماشي في الاجراءات تحت الدراسة تمام صاحب العمل الجديد كان متفق معي انه يبعت عقد منصة قوى والان قال لي هبعت على مدد لو قبلت العقد البلاغ يرفع تلقائيا وهل انا ضامن حقي ارجو الرد بارك الله فيك وما الفرق طبعا هنا مكمل سؤال وكاتبه وما الفرق بين مدد وقوى اخي الكريم صاحب العمل الجديد ما يقدر يرسلك على مدد الا اذا ما يقدر يرسلك عقد على مدد او طلب على مدد الا اذا كنت على كفالته حاليا يعني الفرق بين مدد وقوى انه قوى انا برسل العقد للشخص لسه مو على كفالته بما يسمى العرض الوظيفي او طلب الانتقال بيكون في العقد وبيكون في الامور هذي فبرسلك هو على قوى لانه انت منت على كفالته ولكن لو انت على كفالته فانا برسلك العقد على مدد مدد بتظهر اسماء الموظفين المسجلين في التأمينات المتواجدين حاليا على كفالة المنشأة ولكن قوى لا قوى بيعطيك امكانية انك انت تسوي العقد لاشخاص خارج الكفالة عشان ترسل لهم طلب او طلب انتقال او عرض وظيفي جديد لكن ان انت على كفالته ويسوي لك عقد على قوى ما في عقود على قوى العقود تتعمل على مدد تتمنى انه تكون الاجابة واضحة السؤال اللي بعده كيف حصل على لائحة تنظيم العمل اخي الكريم حتدخل على حساب المنشأة في قوى وتدخل على لوائح تنظيم العمل خدمة لوائح تنظيم العمل سيكون في عندك خيارين اما تختار لائحة تنظيم العمل الموحدة او انك اذا عندك لائحة عمل معينة موجودة عندك بإمكانك انت تختار الخيار الثاني اللي هو انك ترفع لائحة عمل وتنتظر الموافقة عليها فانت عندك احد الخيارين اما انك تختار لائحة العمل الموحدة وهذا اللي انا انصح فيها تمام او اذا انت عندك لائحة اخرى حاب انك انت تعتمدها فبإمكانك انك انت تختار الخيار الثاني تمام وترفع عن طريقه وان شاء الله يتم اعتمادها بس كم حياخذ وقت اعتمادها الله اعلم بينما اختيار اللائحة لائحة تنظيم العمل الموحدة هذه بيتم اعتمادها مباشرة وبتحصل على شهادة بانه انت لديك لائحة لائحة تنظيم عمل موحدة وبتحصل على نسخة من لائحة التنظيم هذه بحيث انك انت تقدر تقبعها توزعها الموظفين تحتفظ فيها الامور هذه كلها السؤال اللي بعده موظف منتهي اقامته يبغى ينقل على مؤسسة فردية هل عليه رسوم مكتب عمل طبعا عليه رسوم مكتب عمل جماعة الخير المؤسسة الفردية هي زي شركة زي الامور هذه الكفالة الفردية شيء وكفالة العمل شيء اخر الكفالة الفردية فانت عندك رسوم تجديد الاقامة فقط ما يكون عندك رسوم مكتب عمل ولكن كفالة العمل او الكفالة اللي خلينا نقول ان هي مثلا كفالة تجارية يعني انت على كفالة منشآت تجارية سواء كانت ايا يكون نوعها مؤسسة فردية شركة ايا يكون فهنا حيكون في رسوم لمكتب العمل اتمنى اخي نكون افتك في سؤالك السؤال اللي بعده السلام عليكم هل في فترة الاشعار تسعين يوم دي ممكن الكفيل السابق يخرج لي او يعمل لي هروب يفترض يعني نظاما لا الدربة اللي حصلت في الاول حصل انه خلال التسعين يوم في ناس اخدوا بلاغ هروب وفي ناس اخدوا خروج نهائي تمام ولكن هو افترض نظاما انه يكون لا يعني اعتبر انه هذي ثغرة كمان في النظامzon الله ولكن انت خليك بجاهز على الحالتين يعني ان كان هنا خروج نهائي اخرج لك نهائي فهذا يعتبر فسخ للعقد وانخرج لك هروب فهذا بلاغ قيدي بايمكنك انك انت مباشرة تقدم بدعوة تثبت فيها انه البلاغ هذا قيدي ولو خروج نهائي برضو تقدم بشكوى بانه هو قام بفسخ العقد لانه اكيد ما توقع انه عقدك انتهى اما في حال والله انه عقدك انتهى خلاص وانت حاليا مو شغال معه عملك خروج نهائي فانت بامكانك الاعتراض على الخروج النهائي في حال انك انت منت جاي على التأشيرة الخاصة فيه ولكن انت نقلت كفالة عليه والان انت تنقل على شخص اخر سؤال لبادو السلام عليكم حضرتك لو رفضت العقدة الالكترونية وكفيلي سوى خروج نهائي هل اقدر اشتكي بالعقدة الورقي الغير موثق طبعا يمديك وما هي حقوقي فيه وهل اقدر اشتغل حقوقك فيه هي الحقوق الموجودة في العقد ايش اللي مكتوب في العقد هذه حقوقك حتكون فيه وهل اقدر اشتغل في هذه الفترة ما انصحك انك تشتغل في هذه الفترة وهل من الممكن لو اثبت اني لم استلم رواتب اه وهل من الممكن لو اثبت اني لم استلم رواتب الشهور السابقة كاملة واساس الراتب في العقدة الورقي الفين وخمسمائة وانا استلم بسند الف وستمائة ريال ومر على دخول المملكة على تأشيرة منه ستة اشهر اسف على طول السؤال طيب اخي الكريم العقدة الموثق لا يلغي وجود العقدة الورقي على الاقل حاليا في الفترة الحالية فالعقدة الورقي لا يزال يعتد فيه ويعتبر عقد رسمي بيمكنك انك انت تثبت حقوقك فيه اوكي وبيمكنك انك انت كمان تطالب برواتب الشهور السابقة اللي انت ما استلمتها اتمنى اجابتي تكون واضحة لك السؤال اللي بعد السلام عليكم انا على نظام اجير والان انتهى عقدي وارسلت لهم بعدم تجديد العقد معهم لو جالي عقد عمل جديد وافقت عليه هل يحق لهم رفض نقل الكفالة ويخرجون النهاية وانا عقدي غير موثق بما انه عقدك انتهى يحق لهم يخرجوك نهاية اي نعم ويرفضوا نقل الكفالة خصوصا اذا انت يعني جاي بتأشيرة بتأشيرتهم هما فطالما انه عقدك انتهى فيحق لهم انهم يسويوا لك خروج نهاية ويرفضوا نقل الكفالة العقدة الغير موثق ما له صراح في الموضوع سؤال اللي بعده انا صاحب السؤال في الدقيقة خمسة وعشرين ثانية طيب للاسف ظهر لي اليوم في منصة قواء الحالم الغاوة تلقائية لعدم قبول او رفض الطلب لمدة تزيد عن 14 يوم حبيت اشارك حضرتك الرسالة اللي وصلتني عشان لو حد نفس الموقف يقدر يتصرف شكرا للم اه رد عليه واحد من الاخوان ما حاولت تجرب تاني انا طبعا رديت عليه وقلت له شكرك على اهتمامك اخي الكريم اخواني بالنسبة للاخ طارق كان سؤاله انه هو في حال انه الكفيل اذا رفض في الفيديو السابق انه اذا انتهت مدة الاشعار والكفيل لا وافق ولا رفض هل حيتم النقل مباشرة لو جاله طلب وظيفي طلب انتقال وهو وافق عليه وراح الاشعار للكفيل الكفيل خلال فترة الاشعار هذه لا وافق على طلب الانتقال ولا رفض هل حيتم نقله ولا لا طبعا الاخ طارق الله يزال خير افادنا هنا بانه فترة الاشعار انتهت والكفيل حقه لا وافق ولا رفض فالنتيجة النهائية كانت انه بقي مكانه على نفس الكفيل وما تم الانتقال اذا نعرف من الموضوع هذا انه خلال فترة الاشعار اذا الكفيل ما وافق على الطلب فلن يتم الانتقال لازم الكفيل السابق او الكفيل القديم يدخل ويوافق على الطلب عشان تتم عملية الانتقال وارجع اجدد وكرر شكري للاخ طارق وبكذا اعزائنا متابعين نكون وصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم اتمنى اني اكون افدتكم وجاوبت قدر الامكان على اسئلتكم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على اوسع النطاق عشان غيركم يستفيد من الاسئلة حقاتكم والاجابة عليها والسلام عليكم